سأجلب سلك ونزله بالمجرى على عدد الخطوة بالضبط وبعمل قياس للفورما على اساس ان اطبقها على الماكنة طيب وبعد ما عملنا الورق ونعمل القياس بنجيب سلك بهذا الشكل وبنحطه على مسافة الخطوة من 1 إلى 12 وبنخلي القياس سيكون طالع قليلا لتحت باب المجرى لتحت باب المجرى من هاي الجهة ومن الجهة الثانية نفس الشي بهذا انه يطلع الفورما كويسة وحلوة وطبعا نطبقها على الماكنة او على انتح حسب ما تلف يدوي او انا بلف على الماكنة وانا هيني لفيت ملف الآن من ثلاث ملفات لفيت مجموعة من ثلاث ملفات وبدي اسقطها ان شاء الله طيب الآن نسقط المجموعة بهذا الشكل طبعا انا بسقط بهاي الطريقة المجموعة بالكامل بدخلها هيك جوه المحرك طبعا بحط انا ورقة زي ما حكينا على حديد السكتور عشان ما تجرح السلك في ناس بسقط باخذ ملف واحد وبسقط انت بتسقط بالطريقة اللي انت بتعرفها الطريقة المناسبة انا بسقط بهاي الطريقة بدخل زي ما حكينا من عند فتحة خروج الاسلاك عند فتحة خروج الاسلاك ببدأ وحط الملف كذلك طبعا شوي شوي بنزل اول شي السلك البداية من الملف الصغير الملف الصغير بعدين الملف الوسط بعدين الملف الاكبر شوي شوي بسقط هين بالمجرة على مهلك يعني سلكين سلكين ثلاث اسلاك ثلاث اسلاك على حسب بعدين ايه لك بتأخذ وبتصير السقط بشكل اسرع شوي يعني بتحرك السلكين على باب المجرة وبدخل بحاله طبعا زي ما حكينا احنا هنا هنا في واسعة في المجرة وبعدين منجيب ورقة بنسكر بها باب المجرة بهذا الشكل وبعدين منسقط الملف اللي بعده منجلي شوي ما تستعدل حتى ما تجلح السلك أهم إشيه انه ما تستعدل ولا تجلح السلك يعني بتأخذلك اكمن سلك ثلاث اسلاك وعلى مهلك المهمة لا تدراح السلك وتسكر بورقة تسكير وتنتبه ان الورقة التي تدخلها نتيجة على كامل السلك لا تترك أسلاك خارج الورقة وهي الملفة الثالث مباشرة الآن سوف تلفي المحرش على أساس أن أسقط الجهة الثانية وعلى أساس أن أصدق الملفين أضبط المجموعة وعلى أساس أن أخذ الملفين وأرجحهم بهذا الشكل وظال فيها الملف شديد الملف الذي سأسقطه ويجب أن أسقطه يجلسوا وبعد المجرى الخطوة واحد ثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش اتناش اذا بتسقطوا هون اهم شي انك شوي شوي ما تستعجل ما بدنا نجرح السلك ونوقع بمشاكل بعد ما نخلص لانه ما راح ابين معك انه السلك نجرح الا لما تيجي تشغل راح يصير في عندك سحب أمبير عالي وكذا فساعتا بتعرف انه في عندك مشكلة في التسطين فانتبه انك تجرح سلك اهم شي انتبه انك تجرح اسلاك زي ما حكينا الورقة تلمي السلك بالكامل والان ننزبط الملف بهذا الشكل نفتحه لبرة شوي وبننزله لتحت هيك من الجهة المقابلة نفس الشي نفتحه لبرة وبننزله لتحت وهي هيك الملف الاول تسقط كل اريحية والان بنسقط الملف الثاني بنسحب الملف الوسط ونرجع الملف الاخير بنسقط الملف الثاني بنسقط الملف الثاني بنسقط الملف الثاني بشكل اسحب سلكين سلكين سلك سلك ثلاث ثلاث المهم انه انت ما تجرح السلك وانت بتسقط فيه وعلى حسب فتحة باب المجرى في احيان المحركات فتحة باب المجرى ضيقة تحتاج ممكن ان تنزل بالسلك وفي باب مجرى وسيع تستطيع تنزل خمس اسلاك كمية فعلى حسب ما يوجد والان برضه نعدلها الملف الثاني من الجهة الثانية حيث انه الملف الثاني يعني يضم الملف الاول من الجهتين نفس الشيء الآن نجد الملف الثالث الأخير سوف نشير الآن ونجد السلك النهايي نسقطه أول شيء نرى أقوم بتجلس خشبة مثل هذه القاعدة التي أعملها ستجلس بالقاعدة المطور على حسب الزاوية التي تريدها لن تجلس المطور لا يجب أن تجلس طاولة مباشرة ستجلس النجار من هذا العمل شغلتها بسيطة ممكن أن تستطيع عملها والآن نعمل الملف الثالث والأخير ننتبه ما يكون فيه سلك طالع حيكا بعيد ومنخليه ضم الملف الوسط ممكن انه احنا نضرب عليه بالشاكوش هذا الشكل وهي هيك كون شكلها طبعا نضرب الجهة الثانية نفس الشيء المهم انه عشان يطلع منظر اللف جميل لازم كل ملف يضم الملف اللي قبله او الملف اللي اصغر منه لازم يضمه فاذا ضمه بطلع شكله جميل الان انا بجيب لفة لاسق وبلفها هون بهذا الشكل على المجموعة على اساس انها تكون متماسكة وتريحني لما اجي اعزل بهذا الشكل بتثبت الاسلاك وتريحني في العزل لما اجي اعزل ما فيه سلك بطلع ما فيه سلك بفلت بتظل المجموعة كلها ثابتة مع بعض خاصة اذا عزلت بورق اذا عزلت بورق فممكن انت بتدخل بالورقة بين الملفات ممكن انت تسحب معها سلك او شي فما بدنا احنا يصير معنا هذا الاشي فنربطها بخيط او بلاسق بهذا الشكل الان بلف المجموعة الثانية طبعا هذا القطب الاول هذا القطب الاول الان بلف القطب الثاني المجموعة الثانية وبسقطها مقابلها طبعا بتكون متجاورة بتنزل جنبها مباشرة ان شاء الله ولا تنسوا زي اغصيكم دايما وبوصي نفسي لا تنسوا صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته